وعود الرئيس تبون تحققت ولا رجع لأزمة السيارات بعد الآن السلام عليكم مرحبا بكم في قناتنا فضلا وليس أمرا اشترك في القناة واضغط على زر الجرس وهذا ليصلكم كل جديد أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون خلال إشرافه على الإعلان الرسمي لبداية تسويق سيارات فيات بالجزائر أن هذا الحادث الهام هو تتويج للسياسة التي انطلقت فيها الجزائر في تموين السوق بمركبات جديدة وأعلن عون أن مسلسل أزمة السيارات سينتهي نهائيا شاكرا الجهود التي قام بها مسؤولون بوزارة الصناعة بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للخروج نهائيا من التدبدب الذي طال الأسواق منذ أربع سنوات بدون استيراد وأضاف الوزير المهم بالنسبة لنا اليوم وهو التصنيع سأزور الاثنين مصنع أو مصنع علامة فيات بوهران للوقوف على تقدم المشروع مع تأكيد مسؤولي علامات فيات أن أول سيارة ستكون في السوق شهر نوفمبر أو ديسمبر وأنا سأراقب كل دقيقة تقدم هذا المشروع وأنتم تعرفونني في هذا الميدان وفي ختام كلمته شكر وزير الصناعة والإنتاج الصيدلان لمسؤولي علامة فيات ومجمع ستيلانتيس الذين نجحوا في تحقيق التحدي والالتزام بتسويق أول سيارة شهر مارس الجاري وهو ما وعد به رئيس الجمهورية مؤكدا أن وزارة الصناعة ماضية في مشروعها لوضع أسس حقيقية لتصنيع وتشجيع المناولة المحلية وخلق المزيد من وناصب الشغل